موسيقى أهلا وسهلا مشاهدينا لها الحلقة في كل بصمة حكاية الفن لغة عالمية هو الإدراء يلي بتخلي الإنسان يعبر عن نفسه وعن محيطه الفن دايما بيحمل قيمة جمالية بغض النظر عن الأحاسيس اللي بيعبر عنها إذا كانت أحاسيس حب، أحاسيس فرح، أحاسيس حزن ضيفتنا اليوم الفنانة التشكيلية أميرة العماري أميرة هي مديرة جالوري أريش في تورونتو ومؤسسة أريش فاونديشن أميرة عضوة في تورونتو ووتر كالر سوسايتي وإيربن آرت سكيتشينك وهي عضوة في أرتيست تو أرتيست فاونديشن ضيفتنا اليوم أميرة العماري هي من أحد المؤمنين بأن الفن ممكن يغير أجيال وأن الفن من أهم لغات الحوار أهلا وسهلا فيك أميرة شرفتنا اليوم بالستوديو أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا أميرة ممكن تخبرين شوي عن حياتك، عن طفولتك، عن دراستك وإيما تبلشتي بالرسم؟ أنا من اليمن فتربيت ولكن لم يكن لي حظ أني أتربى في اليمن فتربيتي كانت في السعودية في المملكة ومن طفولتي كنت أحب أقرأ وهذا اللي كان الحمد لله عائلتي كانوا من المطلعين أمي أمي من الأشخاص اللي حببتني بالقراءة فأنا ما عرفت أني هاوية الفن ولكن كنت بعرف أني هاوية القراءة قبل الرسم قبل الرسم قبل الرسم فبحكم شغلة أبي أبي تاجر فكنا بننتقل من مكان لمكان فانتقلنا لإثيوبيا وفي إثيوبيا كان في مكتبة صغيرة ونمشي نشتري منها الكتب المكتبة الوحيدة اللي كان فيها كتب عربية فمن كثرة ما كنت أروح تردد للمكتبة واشتري كتب فالراجل كان يقول لي في النهاية أنا برجع أشتري منك الكتب اللي أخذتها وأيام هاك كنت صغيرة كنت ماني ما كنت أتعدأك 13 سنة أو 14 سنة فما كنت أعرف أني بكون رسامة ولكني كنت أعرف أني بكون فنانة قبل الرسم يعني لأني كنت أحبها القراءة كثير فمثل ما قلت لك أحببتني بالكتب القديمة كنت أحب أقرأ للمنفلوطي يوسف السباعي والأشياء هذه فكانت كلها رومانسية فالأشياء هذه كل ما أقرأها كنت أحاول أعمل الآن بعرف أنه سكيتش في لغة الفن تخطيط بس في وقتها ما كنا نعرف بس كنت أحب أشخبط يعني أي إيدي ما كان يوقف من الشخابيط اللي كنت أعملها بس ما على الحيط لا ما كانش على الحيط كان على الوراء فمن حصن حظي أختي حبت تدرس موسيقى فجابوا لها مدرسة موسيقى في البيت فالمدرسة طلعت بترسم وكل ما تشوفني أشخبط في أشيائي قال لي أظن أنت تحبي تكوني يعني أطفال ما كنا كمار وقتها 14-13 سنة مش أكثر فبدأت تعطيني دروس في الرسم ومنها عرفت أني من جد أحب الرسم وأني موهوبة فيه وبعدها انتقلت سعودية من السعودية ثاني لإثيوبيا والتحقت في الجالية اليمنية كان عندنا مدرسة اسمها الجالية اليمنية في إثيوبيا بنات العرب فانتقلنا هناك وبدأت أدرسناك ومن حظي لقيت مدرس في الجالية يمني جاي مبعوث من اليمن بدرسنا اللغة العربية اللغة العربية ولو فيه حصص فاضية يقوم يعطينا بيورينا عن الخط العربي أو يعطينا فكرة عن الرسم فهمتي فسار فيه التواصل بيني وبين الفكرة عامة إن فيه شيء اسمه رسم لأن أنا عائلتي خار يعني ما حد هاوي يرسم أو فن أنا الوحيدة اللي طالعة من البوكس I don't know how بس تستيل أختك كانت تدرس كانت بتحب الموسيقى صحيح إحنا ما كنا فنانين ما كان فيه فنان في عائلتنا بس أمي لها الدور الكبير خلتنا نتذوق الفن نتذوق الموسيقى الحلوة وأنا الصغيرة كانت بتسمعني أغاني بتهوفن الأغاني الأم كالثوم يعني أغاني موسيقى عالمية فخلتنا مثل ما تقولي نتربى على هذا الفن وبعد الخطوات الأولى من أمي لقيت أستاذ بيوريني معنا الخطوط الفنية فلو الدور الكبير جدا على أساس أني دخلت أو صرت فنان وهو الأستاذ الآن وما زلت إلى الآن أتواصل معه ودخلت كلية الفنون الجميلة بإثيوبيا؟ ودخلت كلية الفنون الجميلة ودخول كلية الفنون الجميلة ما كانت سهلة في إثيوبيا بيعطوك أكثر من امتحانات فما كان سهل ولكن الحمد لله تعدنا الخطوات هذه ودخلت كلية كانت أربع سنوات كورس هي حاليا جامعة ما هي كورس الكورس كان لمدة أربع سنوات كملتها وكان تخرجي بامتياز عزيزي وفوقتها كان في يدوب كانوا مؤسسين في اليمن حاجة اسمها وزارة المغتربين فوزارة المغتربين سمعت عن بعض اليمنيات واليمنيين اللي عاملين أشياء في بلاد الغربة فمن ضمنهم كنت أنا وهذا كان أول تخرجي فخضوني من إثيوبيا فروحنا على اليمن مع الوزارة ولقيت منحة إلى فرنسا على أساس أني أدرس الرسم الحمد لله نحن كأسرة اليمنية محافظة يعني مش سهل أنك تسمعي من أسرة اليمنية تقول بنت أنا بطلع أدرس بدأت تروح تدرس بفرنسا فرنسا أو غيره يعني كان الفكرة صعبة بس والدي متفهم وهذا اللي خلاني أنا يعني واقفة في الـ position هذا لأن أهلي كانوا متفهمين وكانوا بيدعموني جدا عزيز فبدأنا الـ process بدأت أخذ كورس في اللغة الفرنسية على أساس أني أسافر إلى فرنسا وكل شي كان ماشي كويس في الموضوع وحصل شوية خلاف أظن داخل الوزارة وزارة المغتربين وتفركش موضوع الهجرة استفر إلى فرنسا والمنحة والمنحة فكانت صعبة علي فانتقلت منها لا دبي لأن أختي كانت في دبي وكنا مش قادرين نفارق بعض يعني أنا قريبة جدا من أختي وهي كانت أيضا كذلك فانتقلت إلى دبي انتقلت إلى دبي وبدأت مشواري المهني هناك أظن كان خطوة حلوة نظمت إلى المعارض أو عملت شيء بدبي عملت نظمت معارض كثيرة وبدأت أدرس وبدأت أختلط بالفنانين العرب وكان ممبر حلو فينا نعتبر المعارض الأول كان بدبي لا كان في إثيوبيا وبعدها في اليمن اليمن عندي أكثر من معارض وكان معارض ناجح الحمد لله بعدها انتقلت إلى دبي وبدأ أنا المشوار يعني بداية مشواري كان في دبي شفت أن الرسم مثل ما يقولون ما يأكل عيش مثل ما يقولون وقتها فقلت لا خليني أخذ حاجة قريبة من الفن بس ممكن أعيش فيه يعني أطور نفسي فيه أنا مش من النوع اللي أقدر أقعد في مكان يعني ممكن أقعد بس أرسم وعيش في حياة طبيعية لا بس هذه مش شخصيتي مش شخصيتي فسفرت للهند على أساس أني أأخذ كورس في الـ Graphics, Design and Media فقعدت في الهند فترة مش طويلة قصيرة بس كان الكورس مكثف لمدة سنة كنت في الهند ورجعت الثاني إلى دبي إلى دبي ومن دبي اشتغلت في مجال التصميم في الشركة وهناك صار نصيب وتعرفت على شخص وصار نصيب أنه من الوسط الفني؟ لا هو معهش من الوسط الفني بس هو كان من الفنانين هو مش من الوسط الفني ولكن يدعم الفن يدعم الفن وقتها كان يدعم الفن صار نصيب وبعدها جيت على طول اتزوجت وجيت على طول بعد زواجي في ستة شهر جيت على كندا على كندا طب أميرة ذكرت أنك تنقلت بأكتر من بلد يعني حكيتي أنه كنت بي مثلا أنا من اليمن تقلت إلى أثيوبيا تقلت على دبي عشت بسعودية فحل شو كان تأثير هذا التنقل على حياتك على حياتك الفنية تحديدا؟ جميل جميل يعني كان له أثر إيجابي أكيد أكيد له أثر إيجابي تنقل وأنك تختلطي بمجتمع مختلف من مجتمعك حالة جميلة أولا يخليكي تشوفي الوجه الآخر من البشر ويخليكي تعرفي تقاليد وتقاليد وحكم وأشياء مختلفة عنك فأكيد بيضيف لتفكيرك أو يضيف لغنى تجربتك الفنية لغنى تجربتك الفنية أو في المعيشة أصلا أوك إذن في المعيشة بيزيد بيزيد كثير يعني كان له تأثير إيجابي على حياتك؟ كان له إيجابي كثير ونعكس على رسماتك؟ أظن أظن يعني كان في شيء بيميز الرسم اللي كان مرسوم بدبي عن الرسم اللي كان مرسوم؟ لا لا هو أنا بحاول أرسم شعوري مش أماكن مختلفة ولهذا ما أظن ما له تأثير بس أكيد له تأثير بتفكيرك له تأثير طب أميرة في يعني مثل ما نعرف أنه أغلب المهاجرين لما بيجوا على كندا بيواجهوا صعوبات بالمرحلة الأولى من حياتهم من حياتهم المهنية تحديدا صحيح وبعد ما إجيتي على كندا كان في أي صعوبات واجهتيا؟ أنا أول ما جيت على كندا انتقلت مع زوجي إلى ألبرتا وكنا في إدمنتن وقتها ما كان في جالية كبيرة في إدمنتن ما في جالية عربية كبيرة ما كان في جالية عربية فما كانت سهلة وإحنا جينا من مثل ما قلت اللي كان جيت من ميدل إيس من دبي وكانت جو حر وشمس على طول إلى إدمنتن إلى إدمنتن يعني إدمنتن جدا قاسي بردها صحيح جدا وغربة يعني ما عندك حد وفي أول مرة كنت أحس بغربة غربة يعني فكانت تنقل الفترة دي كانت صعبة يعني ما كنت متوازية مش عارفين وكنا يعني شباب يعني صغار شباب بقوا فقررنا أن نحن نفتح مطع كان القرار من زوجي وأنا دعمته فيه فتحنا مطعم فتخيلي من رسم وفن إلى مطعم وشغل 12 hours a day أنك بتشتغلي 12 ساعة متواصلة أحيانا وأكثر وخارج الفن يعني ما له أي صلاة فكانت صعبة شوي كانت صعبة كتير مش شوي يمكن الوقت لأنه كان كتير طويل كان لا لأني كنت في موقع مش موقعك ما كان موقعي يعني مطعم شغل حلو وكل شي بس ما كان بس أميرة ما لقيت حالة بهذا المكان لا أبدا وكنت بعيدة عن الوسط الفني عن الجو الفني بشكل عام تماما كنت بعيدة تماما والغريب أني حتى ما كنت أقدر أشوف لوح مجرد أني أستمتع فيهم فما كنت نفسي مش قادرة تشوف لوح أو رسم أو رسام على طول كنت بمسح أي شي قريب من الفن كأني أنا من جد بعيدة منه وبعدين أميرة انتقلت إلى تورونتو وأسستي غالوري أريج شو بتحكي لنا عن الخطوات الأولى بتأسيس هذا الغالوري الخطوة الأولى أني لقيت نفسي فيه هذه الخطوة الأولى فينا نقول لقيت نفسك بتورونتو بالضبط صحيح لقيت نفسي في الفن مش في تورونتو بس في الفن يعني أحنا عاملين مثل السمك أظن الرسام مثل السمك ما يقدر يريش إلا في الماء السمك وأحنا كبشر ما نقدر نبعد عن الفن أبدا أبدا كيف أجت الفكرة وكيف بلشتي للغالوري كان في مشروع بسيط من عائلة من عائلتي أننا نفتح مكتب ونشتغل في كوريير كوريير بيزنس فبدأت الكوريير بيزنس يعني ما كانش غالوري ما كانش حاجة خاص في الرسم بس لأني خدت الدرس في حياتي الأولى فقلت ما أقدر أبعد من الرسم فقسمت المكتب إلى قسمي كوريير وستوديو ما كان غالوري كان استوديو استوديو صغير بشتغل فيها بس إيش بدأت ألاقي فيها أصحابي صحباتي نعمل أمسية صغيرة على قدنا برضو في الاستوديو فطغى الاستوديو على المكتب فكل ما جاء فنان حط الأوحة الصغيرة عندي حطيت الأوحة فهمة الجو طغى على الشغل فشوية شوية شوية أريج كان استوديو صغير وبعدين بلى شيء شوية بدأ العالم تعرفوا بدأنا في البداية كنا مجرد أن نعمل أمسية صغيرة يعني كأن مع صحباتك مع أصحابك تتناقش عن وضع الفني نلاقي نفسنا فيه فشوية بدأ تطور وبدأ تأخذ الموضوع بالجدية بشكل جدي أكثر بشكل جدي أكثر لأن الحارة اللي احنا كنا أخذناها ما كانت في داونتاون أو في الأماكن جدا راقية أوكي يعني حارة كميونيتي صغيرة كميونيتي سينتر قريب ما قريب مننا there is حاجات بسيطة يعني بسيطة وبالتالي الناس بتكون حتى بسيطة بهاي الأماكن بالضبط فمن خلال قاعدتي هناك عرفت إيش ناقص الحارة الكوميونيتي اللي جنبي فكان ناقصهم فن ناقصهم فن مش بمعنى الفن الأرت مثل ما يعني مش بس الفن التشكيلي التشكيلي أو الموسيقى الفن بشكل عام بشكل عام فحسيت أني ممكن أعمل شي ممكن مش حسيت أني ممكن أضيف ممكن أضيف للكوميونيتي اللي أنا قاعدة فيه وهم ممكن يضيفولي أيضا لأني أنا أحب الأطفال أحب شغلي أحب يعني أغلب أوقاتي في المكتب لش ما أخليه ممتع بالنسبة لي وبالنسبة لهم حلو الواحد يفيد ويستفيد صحيح وكان وما زال عندي أصدقائي فنانين تشكيليين بكثرة يعني حلو الواحد يفتح باب للجميع ومن الأشياء اللي كانت من جد أو ما زالت صعبة علينا كفنانين مغتربين هنا أن نحن نلاقي مكان أو غالوري نعرض فيها عمالنا صعب صحيح لازم تكوني في تورونتو أكثر من 15-16 سنة على أساس أنك يدوب غالوري يقبلك ويمكن يقبلك أو لا فقلت ليش ما نفتح المجال هذا طالما أحنا فيه يعني والحمد لله بدأنا أول معرض مع صحباتي وأصحابي والجالية العراقية لها دور كبير الموضوع هذا لأن الجالية العراقية ما شاء الله جالية رشيطة ونشيطين ونشيطين في الفن وفنانين كثر صحيح والاسم أريج أميرة أريج أريج معنا أريج وهو ريحة من الجنة غير أنه زهرة صح فالفن أو ريحة البينتيج بالنسبة لي كان ريحة من الجنة فخليت حاولت أصل الاسم بنفس المعنى اللي أنا حسيت به شو أحب الأعمال لقلبك أميرة من أعمالك أعمالي كلهم أحبوا وما في فرق أي عمل اللي أحبه بصراحة أميرة غالوري أريج مو بس لتنظيم المعارض وإنما هو كمان لتنظيم الأمسيات الأدبية لتنظيم الوركشوب يعني عندكم كمان ورشات عمل بتعملوها بالغالوري شو هي المحاور الأساسية عن حول شو هي ورشات العمل هاي أو مين بنظم هالأمسيات الأدبية اللي بتعمليها أنا اللي بقى أنظم أغلب الأمسيات وعندي عندي مساعدين ومساعدات بس أنا اللي أختار الأمسية اللي تكون لائقة ل غالوري الأريج الشي يكون يعني أأمن فيه قريب مننا له رسالة معينة الواحد يستفيد منه ممكن نفيد المجتمع اللي احنا قاعدين فيه يعني أنا ما حب أقول نقعد في قوقعة بس نشاطاتنا في مجتمعنا يعني العربي أو الجالية العربية بس لا أحاول أفتح نحاول نكون برج أو نحاول نكون طريق وفي النهاية بتحب توصل رسالة من خلال هالأمسية اللي نظمت بضب وبالنسبة للوركشوب كان فيه تنظيم للوركشوب مع فنانين من أوروبا من الشرق الأوسط صحيح؟ صحيح عملنا أكثر من ووركشوب ووركشوب للخطر العربي كان عندي ووركشوب لل ماربل آرت واللي هو متخصصين فيه الأتراك وشطار بشغلك وعندي ووركشوب لل واتر كيلر الواتر كيلر سوسايتي اللي أنا عضوة فيهم كانوا عاملين أكثر من ووركشوب معايا في ووركشوبات حتى بفكر أعمل ووركشوب للأكلات الباردة ويشوف السلطات العربية المختلفة هل هذا جزء من تسجيعك للنساء العربيات وغير العربيات؟ أتمنى أتمنى يكون عندي بصمة للتغيير ولو بسيط جدا لنغتربة العربية شو بتحكي لنا عن هالناحية؟ شو عملتي بهالأشياء؟ أحاول قدر ما أقدر أني أعطي فرصة أعطي مجال للمرأة العربية أو لغير العربية أنها تدخل المجال هذا يكون عندها ووركشوب خاصة فيها يعني بعرف أن حريمنا جدا موهوبات بكل الطرق مش الفن وبس يعني إحنا موهوبين بالمطبخ موهوبين بالتطريس موهوبين بالتدريس إحنا موهوبين بكل الأشكال فأتمنى أكون باب ليهم أميرة لأي مدى أثرت البيئة اللي أنت يجيتي منها على رسماتك؟ لمدى كبيرة يعني جدا وبالنسبة لرسماتك بانطبي يعني أنا لاحظت أنه أغلب رسماتك لها طابع الهدوء صحيح؟ يس كنا نقول الحزن؟ يمكن الواحدة يمكن الواحدة الواحدة صعبة شوي وإحنا عايشين فوربا يعني شو سبب؟ هل هو هاد شخصيات أميرة ولا هو توجه أميرة بالرسم؟ لا مش توجه بس إحنا لما نرسم نكون قريبين من أنفسنا أكثر يعني الواحد ما يقدر يخبي بينه وبين لوحته يعني ممكن أخبي مشاعري بيني وبين صديقي أو صديقتي بس ما على لوحته لا أنت هي فيكن في شفافية أكثر ف I don't know يمكن يمكن هذا هو أنا I don't know وهو كمان يعني لحظت في بساطة بالرسوم هو مثل ما يقوله simplicity is beauty صح؟ صحيح كل ما هو بسيط جميل صحيح فلو وصلك الإحساس هذا يعني أنا نجاحت أتمنى أكون بسيطة بعملي وفي نفس الوقت أدي رسالتي عزيم بالنسبة للأطفال أميرة شو كان لكم دور بهذا الموضوع حاولتوا أنه تدعموا أي شي حاولتوا بدل ما بعرف أنه عندكم أيام الجمعة كل يوم جمعة عندكم شي بتعملوا بالجالوري صحيح صحيح كل جمعة باب الجالوري مفتوح للقومينيتي اللي حوالي أنهم يجوا ويرسموا أو يعملوا يفرغوا طاقتهم مش ضروري يرسموا بس الباب مفتوح لأي إنسان حاول يفرغ طاقته يعني يحس حاله أنه ممكن يسترخي والفن هو استرخاء ففي منهم يجيبوا أطفال أطفالهم ويعملوا أرت مع بعض وبيكون فيه التواصل الطفل مع الأم بطريقة حلوة يعني أنت عارفة الحياة هنا فما بيكون فيه مجال أنك تعطي فرصة لطفلك أنه يبدع معاك فمجرد مجرد باب يا بتاعتدي هذا جزء من عملية تحفيز الفن أو المواهب الفنية عند الأطفال صحيح هو أي طفل أي طفل هو فنان هو معروف يعني أي طفل داخله فن داخله داخله فنان بس أنت بتعرفي الطفل الموجه للفن اللي حابب الفن أنه يواصل فن الفن ولا لا بس أي طفل محتاج لفن أيضا أنه بيهديه بيعطيه نوع من الاسترخاء فأكيد يس أميرة بالنسبة للوحاتك بيكون فيه عندك خطة قبل ما ترسمية بيكون عندك تصور للموضوع اللي بدك ترسمي ولا هي فجأة تكون فيه فكرة وترسمي لا ما عندي أي ما يكون أكيد في عقلي الباطني أكيد في مخزون أنه يخليني أرسم بس ما عندي شي معين أقوم أرسم لي ما أقدر أعمل الحركة هذه كنت أتمنى بس لا ما أقدر ومجرد ومجرد هو خطاب بيني وبين نفسي أيام ما أرسم فتلقى اللوحة مثل ما أي واحد يشوف اللوحة يعني ما عرف حتى نهاية لما تنتهي اللوحة لحتى تعرف شو تطلع مثل ما تطلع يعني هي أحساس الواحد ما يقدر يعرف إحساسه يعني إلا في لحظتها صحيح بيني وبين لوحتي هو مجرد نقاش وإحساس بتعتمدي أميرة أكتر على الألوان المائية صحيح؟ أحب الألوان المائية الألوان المائية شفافة الواحد ما يعرف يغطي شي فيها كلها شفاف يعني أحساسك لازم تكون مرحف يوم ما تشتغلي أو تستخدمي الألوان المائية وهي أصعب مادة تستخدميها في الراس ليش هي أصعب مادة؟ لأن صعب التحكم فيها أنت بتتعاملي مع ماء يعني شوفي حتى لما أقول أتعامل مع ماء في شي أحس فيه هو أساس الحياة فهمه؟ حتى في الفن أحس أني لما أتعامل مع ماء الماء شي تحدي بيني وبين نفسي أني هل أستطيع أني ألعب بالماء هذا؟ هل أستطيع أني إلى أي مدى أتحكم بالألوان المائية؟ فهي من جرد لعبة وفي نفس الوقت إحساس حضرتك أميرة عضوة بأكتر من منظمة شو هي المنظمات؟ شو فيك تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ أنا عضوة مع تورونتو واتر كيلر سوسائتي وأنا جداً محظوظة أني أنا واحدة منهم وهم عمالقة الواتر كيلر فن يعني الألوان المائية هم عمالقة فيها فكل فترة وفترة بيعطونا دورات ولو أنت من أنتش من عضو السوسائتي هذا ما تقدري تكون تاخذي دورات هذه ودور هي منظمة عالمية في نفس الوقت لها أكثر من فرع بس اللي في تورونتو جداً جداً نشيطين والحلو فيها أنهم لما تدخل تكوني معهم أكثر من ألف شخص إحسن كلهم كبار في السن فبتحسي أنهم مخضرمين في المهنة هذه فبتدرسي منها كثير وأنا عضو في Urban Art Sketch بنحاول نطلع نعمل sketching في تورونتو sketch هو تخطيط تخطيط سريع يعني بتشوفي قدراتك بتطوري قدراتك في الفن وفي الملاحظة لأنك لازم تكوني سريعة جداً وبتلعب مع الخطوط وأنا عضوة في Artist to Artist Foundation وعضوة قائمة فبنحاول Artist to Artist Foundation هو موقعه في ويست تورونتو وعندنا نفس الفكرة مثل Artist Foundation أن نحن نحاول نغير أو مش نغير بس نحاول نساعد اليوث الشباب اللي في المنطقة ذيك ونخليهم بعيدين من violence أميرة حضرتك من اليمن وكنت بتتمني تعيشي باليمن حسيتي أنه في شيء لازم تعملي لليمن على طول على طول اليمن هو الحب الأول والأخير مثل ما يقولون حاولت تأسيس بظن مدرسة للأطفال أنا حاولت هل المشروع بعضه قائم قائم وإن شاء الله منتظرين بس وقوف في النكبة اللي أحنا فيها الحرب وفي أول طائرة إن شاء الله بكون هناك لأنني أنا كملت كل الخطوات اللي المفروض أني أكملها من هنا وأهل اليمن بيستاهلوا أطفال اليمن بيستاهلوا يعني بيستاهلوا يعيشوا أحسن من كده أميرة أهلا وسهلا فيك شرفتنا بالبرنامج اليوم ونتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة وجدا كنت لطيفين معايا شكركم ولي الشرف أني أكون معاكم أهلا وسهلا وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الأسبوع المقبل ضيف جديد بصمة جديدة وحكاية جديدة لكم مني تغريد ومن أسرة البرنامج أطيب التحيات إلى اللقاء اشتركوا في القناة